السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الصناعي قسم طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات النهاردة هنتكلم عن المراجعة العامة والنهائية قبل الامتحانات مباشرة إن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم وتقدروا تجاوبوا وتاخدوا درجات عالية جدا وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوا هنبدأ النهاردة مع بعض عن عملية الطبيب إيه هي عملية الطبيب؟ عملية الطبيب هي عملية ضرورية لإزالة المواد الملونة الموجودة في الخامة عن طريق تكسير هذه المواد وإزابيتها بحيث إن احنا نحصل على اللون الأبيض وعندنا في الطبيب عندنا نوعين من أنواع الطبيب عندنا طبيب كامل وطبيب نصفي بنعمل الطبيب الكامل ده هوت لما بنكون عايزين نحصل فيه الآخر على أماشة بيضة وبنعمل الطبيب النصفي ده لما بنكون هنأهل الأماشة بعد كدوة إنها تتسبغ سواء كانت بيه ألوان فتحة أو ألوان غمقة طب هل الموضوع ده بيأثر على الخامة فيما بعد؟ أه طبعا الموضوع ده بيأثر على الخامة لإننا مثلا لو فيه بعض أثار اللون موجودة من لون الخام بيأثر عليها بحيث إنه هو بيكسب اللون الجديد فرق في الدرجة يعني أنا لو بقى أسبغ مثلا بلون أزرق وطبيعي إنه لون الخامة بيبقى فيه لون سكري إما أجي أسبغ بلون أزرق مش هديني أزرق بيور هيديني أزرق على خضار وبناء عليه مش هحصل على الدرجة اللي أنا عايزة طيب دلوقتي بالنسبة ليه المنهج بتاعنا بيكلم عن إيه؟ المنهج بتاعنا بيكلم عن أربع أقسام اللي هنراجع عليهم النهاردة الأربع الأقسام الجزء الأولاني بيكلم عن الطبيض الجزء الثاني بيكلم عن سباغة الألياف الصناعية الجزء الأخير بيكلم عن التجهيز للألياف الصناعية ما بنتكلم عن عملية الطبيض لازم نبقى عارفين إيه هو الغرض منها وقلنا إن إحنا بنحصل على خامة زيتة لون أبيض وبنحنا نتخلص من الألوان التي علقت بالخامة وفي نفس الوقت بنتخلص من اللون الأصفر ولو حالة خلطها طبيعية يبقى سهل علينا سباغتها لإن إحنا كده بنبقى حضرنا اللون اللي إحنا عايزين أول حاجة عندنا هنتكلم عنها هي تبييد ألياف الصناعية أو تبييد الألياف البولي إستر تبييد الخامة بواسطة البولي إستر أو عشان نبيض ألياف البولي إستر لازم نبيض الخامة بمادة كولوريد السوديوم في وسط حامد ومن المعروف طبعا أن البولي إستر بيقدر يتحمل الوسط الحامدي فعشان كده بيبقى سهل علي أن أنا أقدر أبيضه بوسطة كولوريد السوديوم وده يهمني جدا جدا لما يجيلي سؤال في الامتحان يقولي إزاي تقدر تبييد ألياف البولي إستر أقدر ساعتها أقوله إيه هو الطريقة اللي أنا هبيض بيها أول حاجة لازم أكتبها في الامتحان بتاعي إن أنا لازم أكتب النسب أو المواد اللي أنا هستخدمها في الطبيع لإني مش معقولة أن أنا هبيض خامة من غير ما أبقى أعرف إيه هي المواد وإيه النسب بتاعتها كمان إيه درجة البي إتش وإيه درجة الحرارة والزمن يبقى أنا لما يجيلي سؤال ويكلمني عن طبيعي ألياف كذا أو سباغة ألياف كذا أو طباعة ألياف كذا لازم عندي تقريبا أربع حاجات لازم أتكلم فيه أول حاجة لازم أتكلم عن المواد وكمياتها تاني حاجة لازم أتكلم عن درجة البي إتش أو الوسط اللي أنا بشتغل فيه سواء كان وسط حامدي أو وسط قاعدي تاني حاجة أو تالت حاجة لازم أتكلم فيها هي درجة الحرارة اللي أنا هشتغل عليها سواء كان الدرجة الحرارة دي هشتغل عليها من أول الحمام بتاعي أو في نص الحمام هرفع تدريجيا أو هعلي الدرجة في الآخر أو هبدأ أثبت من أول مبدأ عملية الطبيض أو السباغة أو الطباعة بتاعتي كمان لازم أتكلم عن الزمن الحاجات ده هي مهمة جدا جدا وأساسية ولازم تخلي بالك منها وانت بتيجي تجاوب على الأسئلة بتاعتك فنرجع تاني لطبيض ألياف البولي إستر قلنا ان احنا همبيضها فيه حمام حمدي ده معنا ان درجة البي إتش بتاعته أقل من سبعة وكمان المواد بقى اللي هنستخدمها هي كلوريد السوديوم 3 ل 5 جرام لكل لتر كلوريد السوديوم لما بستخدم منه 3 ل 5 جرام لكل لتر هيبقى تركيزه 80% يعني ايه تركيزه 80%؟ يعني تركيز مادة كلوريد نفسها في الحمام بتاعي لازم تبقى 80% من وزن الخامة لكن الكمية اللي أنا هحطها قد إيه هتبقى 3 ل 5 جرام لكل لتر يعني أنا لو حطيت مثلا عندي الحمام بتاعي فيه حوالي 100 لتر يبقى أنا التلاتة دي هتبقى 30 ل 50 جرام لكل لتر تمام؟ يبقى أنا مادة كوروريد السوديوم هتبقى من 3 ل 5 جرام لكل لتر التركيز بتاعها 80% يعني القدرة بتاعتها فيه التأثير 80% وهحط من 1 لجرام لكل لتر مادة مبللة غير آنيونية طب ليه غير آنيونية يعني ليست لها شحنة؟ لأن إحنا عارفين أني ألياف البوليستر بتحمل شحنات سالبة ولو أنا حطيت مادة لها شحنة ده معناه أن المادة المبللة مش هتقوم بدورها ويحصل ما بينها تنافر ما بين الخامة وبناء عليه لازم أحط مادة مبللة غير آنيونية درجة الحرارة بطبط درجة الحرارة بتاعتي أو الدرجة بتاعتي بطبطها من 70 ل 98 درجة مقوي طيب ليه بنختلف درجة الحرارة بقول ليه من 70 ل 98؟ ليه ما قلتش 70 مرة واحدة وليه ما قلتش 98 مرة واحدة؟ أقول لأن من 70 ل 98 بيبقى تابعاً لنوع الغزل اللي أنا باستخدمه وخاصة أن الياف البوليستر بتتغزل بأشكال مختلفة زي ما بتتكلم عنها في الخامات أو اللي إحنا كنا أخذناها في سنة أولى فبتتغزل بأشكال مختلفة سواء غزل راطب أو غزل جاف أو غزل فنيات أو بيبقى غزل في حلقي فبيبقى بيختلف طريقة الغزل بتاعها وبناء عليه بيختلف درجة الحرارة على حسب نوع الغزل الزمن بتاعي بيبقى من نصف الساعة ودرجة البي إتش بتاعتي بتبقى 3 درجة مقوية بقدر أثبتها أو أتحكم فيها إزاي؟ بقدر أثبتها أو أتحكم فيها عن طريق حمد الفورفوريك أو الفسفوريك أو حمد الفورميك أو حمد الأكساليك كل الأحماض ده هيت بتقدر تثبت لدرجة البي إتش ودي أحماض قوية عشان أقدر أثبت درجة البي إتش عند درجة حامضية تاني جزء عندي وهو طبييد ألياف البولي أكريلك طبييد الألياف البولي أكريلك برضو من الخامات الصناعية وبقدر أبيضها برضو بكلوريد سوديوم بيبقى تأركيزه برضو 80% والكمية اللي أنا بحطها 2-5 جرام لكل لت يبقى كده أنا بشتغل على حسب الاترات بتاعتي لكن التركيز بيبقى نسبة الكلوريد بالنسبة للماء أما بالنسبة للمادة التانية اللي أنا بحطها عندي بتبقى نيترات سوديوم ونيترات سوديوم هنا هوت عشان تزبط لي الحموضة بتاعة الخامة وتزبط لي القاعدية لأن البولي أكليرك مش هيستحمل الحموضة بتاعتي بدرجة عالية كمان بحط مادة لطبيض مساعدة بتساعد على عملية الطبيض والكلام ده بيبقى عند درجة حرارة 98 درجة مئوية والمدة من ساعة لثلاث ساعة وعندنا مشكلة في الطبيض بالطريقة دهية يا شباب على أساس أن الطبيض الناتجة عنده بيبقى غير سابت وبيصفر بسرعة ويمكن تحسين ده بأن أنا أحسن درجة القس الهيدروجيني وارفع درجة الحرارة يبقى أنا هنا هو في العملية دهية كل ما رفعت درجة الحرارة بتاعتي بأقدر أحسن درجة السبات أو درجة الطبيض بتاعة خامة البولي أكليرك لأن البولي أكليرك ما بيستحملش الحرارات الضعيفة أو ما بيتأثرش بالحرارات الضعيفة ودايما بيتأثر بالحرارة القوية وبناء عليه يبقى أنا كل ما علي درجة الحرارة هحسن درجة الطبيض بتاعتي وخفت درجة القس الهيدروجيني عشان أقدر أشتغل عليه بشكل جيد بعد كده منتكلم عن طبييد اليف البولي أمايد وبرضه هبيضهم بكلوريد السوديو يبقى انا لو جالي سؤال يقولي تكلم عن طبييد أليف البولي أمايد خلاص احنا عرفنا بقا ما يجيلي سؤال يقولي تكلم عن طبييد أليف كذا لازم اكتب المواد واكتب النسب بتاعتها وكمان اكتب درجة الحرارة بتاعتي اكتب الزمن بتاعي قد ايه وفي نفس الوقت ممكن أسكر دور كل مادة عشان تبقى الإجابة بتاعتي كاملة وأقول المادة دي بتعمل إيه في عملية الطبيب فلو نتكلم عن الطبيب اللي هي في البولي أمايد بنقول أني بنحط من 1 ل 3 جرام لكل لتر كولوريت سوديوم والتركيز بتاعه 80% يبقى احنا كده هو من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه نقدر نستشف حاجة أني سواء كان البولي إستر أو البولي أمايد أو البولي أكريلك فالتلاتة ببيضهم بكلوريت سوديوم وتركيزه بيبقى 80% أما بالنسبة للدرجة بتاعتهم بتتروح من 2 ل 5 2 ل 5 دي تقريباً النسبة الوسط ما بين التمييزات ما بين البولي إستر وبولي الأكريلك والبولي أمايد لكن كولوريت سوديوم إنهوت سابت في الثلاتة بيبقى تقريباً حوالي 80% كمان عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جداً إن إحنا لو لاحظنا إن إحنا بنضيط فيه درجات حرارة عالية فلازم الألياف الصناعية قبل ما أعمل لها عملية الطبيط أعمل لها عملية تسبيت حراري إيه دور التسبيت الحراري هنا؟ دور التسبيت الحراري إن أنا أثبت العرض بتاع الخامة عشان ما يحصلش أي تأثر من الدرجات الحرارة العالية اللي أنا بشتغل عليها وفي نفس الوقت أضمن إن أنا أحصل على خامة ما يحصلش فيها أي إنكماشات أو ما تتأثرش والتسبيت الحراري دايماً بيبقى بدرجة حرارة أعلى من أي درجات حرارة بتتعرض لها المادة في العمليات اللي بعد عملية تسبيت الحراري طيب نرجع تاني لطبيط ألياف البولي أمايد هنقول إن درجة الأسر الهيدروجيني بتاعتها بتبقى 3 وبقدر أزبطها بحامض الفورميك أو حامض الناتريك أو حامض الفسفوريك وعند درجة حرارة من 40 ل60 درجة مقاوية ولمدة 80 دقيقة لمدة 80 إيه دقيقة يبقى أنا هنا هو عشان برضو أحسن طبيط ألياف البولي أمايد ممكن أعلي درجة الحرارة عن 60 أوصل لـ 80 أو 90 درجة مقاوية لكن ببدأ عند درجة حرارة من 40 لـ 60 درجة مقاوية والزمن بيبقى حوالي 80 دقيقة يبقى احنا هنلاحظ في الثلاث ألياف اللي احنا بنتكلم عنهم سواء كانت ألياف البولي أستر أو البولي أمايد أو البولي أكريليك في الطبيب بتاعهم الثلاثة بيتبيضوا في وسط حامدي الثلاثة بيتبيضوا بوسط الكولوريد السوديوم الثلاثة كولوريد السوديوم بتبقى نسبته 80 في المية الثلاثة تقريبا النسب بتاعته بتتراوح من 2 لـ 5 جرام لكل لت وكمان الثلاثة بقدر أزبط درجة الحامدية عن طريق حامد الفورميك أو حامد الناتريك أو حامد الفسفوريك بعد كده هنتنقل لي موضوع مهم جدا 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 هنراجع عليه النهاردة وهو عمليات السباغة إزاي نقدر نسبق الألياف الصناعية؟ الألياف الصناعية أحيانا يا شباب بيبقى فيه لنك مشترك أو عامل مشترك ما بينها وما بين الألياف الطبيعية لأن في بعضها بيبقى مصنع وفي بعضها بيبقى تركيبي المصنع غالبا بياخد من الألياف الصناعية وبعيد تصنيعها بشكل أو بآخر أما النسبة التركيبي فهو بصنع من مواد كيميائية وأحيانا الصفات بتشترك مع بعض الخامات الطبيعية اللي عندي عشان كده أحيانا ما بنكون مثلا لو تكلمنا عن مادة أو خامة زي الفسكوز هنلاقي أن الفسكوز مصنع من السليلوز والسليلوز ده معناه أنه هو في جانب مشترك ما بينه وما بينه القطن فالسباغات اللي أنا بقدر أزبغ بيها القطن أقدر أزبغ بيها الفسكوز عشان كده بنقول أن الفسكوز بيتسبغ بيه ثلاث سباغات أساسية اللي هم السباغة المباشرة والسباغة النشطة والسباغة الأحواض على طول كده تنور عندنا لمبة ونقول أن سباغة ده معناه أن الفسكوز بيتسبغ بنفس درجة أو بنفس السباغات اللي بتسبغ بيها القطن أو السليلوز بتاعه عشان كده بنقول السباغات النشطة والسباغات المباشرة وسباغات الأحواض بنسبغ بيها الفسكوز طيب هل الكيميائية بتبقى هي هي الكيميائية بتاعة عملية السباغة؟ أو هي هي بتاعة كيموية عملية السباغة بتاعة الألياف الطبيعية اللي هي بتاعة القطن بتبقى هي هي تقريبا نفس الكيموية يعني في السبغة المباشرة بحط معايا السبغة طبعا بنقول إن أنا ما باجي أحط السبغة بحط X سبغة ليه بحط بقول X سبغة؟ X سبغة ده بتتوقف على العمق بتاع اللون بتاعي يعني أنا بشوف العمق بتاع اللون بتاعي قد إيه؟ وبقدر أحط السبغة على قد عمق اللون يعني أن أفترض كل ما زودت في تركيز السبغة كل ما زاد عندي عمق اللون يعني لما أكون عايز لون كحلي هنقول مثلاً هنحط 50 جرام لكل لتر لما نكون مثلاً عايزين لون لبني لا يبقى هنحط مثلاً من 15 جرام لكل لتر طب إيه الفرق ده؟ إحنا بنقول طبعاً مثال مش هي النسب اللي إحنا بنحطها إيه الفرق ده هو قد بنقول على حسب عمق اللون عشان كده دايماً ما بنجد نحط أو بنكتب الرسبي بتاع عملية السباغة ما بنحطش السبغة ما بنحط لهاش رقم بنقول X سبغة بنقول X سبغة ليه؟ عشان على حسب عمق اللون ودي نخلي بالنا منها كويس قوي وإحنا بنكتب الامتحان ما نحطش أي رقم وخلاص كمان بالنسبة للفسكوز بتاعي الحمام بتاعه عندي عدة طرق لسباغته هنتكلم عن الطريقة الغير مستمرة أو طريقة الاستنفاذ طيب طريقة الاستنفاذ لو حبينا نسبغ الفسكوز بس بقى بالسباغات النشطة السبغات النشطة عندنا ده معناه أن أنا بحط في حمام السباغة عندي السبغة بتاعتي وقلنا السبغة بتاعتي هتبقى X سبغة بحط ملح جلوبر أو ملح طعام بس غالباً اللي بيشتغل فيه غالبية الصناعة بيبقى ملح جلوبر وبحط معايا كمان كربونات الصوديوم عشان أقدر يزبط القلوية يبقى اللي بيقوم هنا بدور زبط القلوية هو كربونات الصوديوم في حين لما كنا بنكلم عن الطبيض في الألياف الصناعية كنا بنقول إن اللي بيزبط الحمدية حمد الفسفوريك أو حمد الناتريك دايماً إحنا بنربط الأشياء ببعضيها عشان نقدر نلم المنهة في دماغنا ويبقى بالنسبة لنا صالح للاستخدام في الامتحان طيب تعالوا بقى نتكلم عن جالي سؤال مثلاً في الامتحان قال لي تكلم عن طريقة سباغة الفسكوز بالسباغات النشطة لو محدد ليش الطريقة بختار الطريقة الأنسب واللي أنا قدر أحفظها لو حدد لي الطريقة زي مثلاً لو قال لي الطريقة الغير مستمرة يبقى أو طريقة الاستنفاذ يبقى أنا هقول له أول حاجة عندي بحضر حمام السباغة وبضيف ليها الملح يبقى قبل ما بحط الخامة بحضر حمام السباغة وحط ليه الملح يبقى بدوب السباغة ويفضل طبعاً لما يكون بدوب السباغة النشطة بالذات بحط لها يوريا عشان اليوريا بتساعد على أن السباغة تدوب بسهولة وما يعصلش فيها أي مشاكل أو أي تعجن وبضيف ليها ملح جلوبر وبعد كده ببدأ السباغة على البارد عند 20 درجة مقوية يبقى هنا هو في سباغة ألياف الفسكوز ببدأ السباغة على أيه؟ على البارد لكن طبعاً مع الوقت هبدأ أعلى بإيه درجات الحرارة وهنشوف القصة دلوقتي هتبشي إزاي؟ بعد 30 إلى 40 دقيقة بضيف القلوي طيب يجي سؤال يقول لي علل ليه بضيف القلوي بعد من 30 إلى 45 دقيقة ما بضيفوش ليه من أول عملية السباغة؟ يبقى ما يجيلي سؤال علل يقول لي يفضل إضافة القلوي بعد 45 دقيقة من بداية عملية السباغة ليه بعمل الكلام ده؟ عشان أساعد على استنفاذ السباغة داخل الألياف يبقى أنا بضيف القلوي لأن إحنا عارفين في السباغة النشطة القلوي هنا بيقوم بدور مهمة قوي 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 إنه هو بيساعد على ارتباط السباغة بالألياف يبقى القلوي هنا بيقوم بدور ارتباط السباغة بالألياف أو بيعمل اللينك أو الربطة اللي بتبير ربط ما بين السباغة والألياف واللي بتمنع أن السباغة تقع بعد كده فما بضفوش في أول عملية السباغة لأن ده معناه أنه ممكن يحصل لي السباغة غير متجنسة لو ضفته في أول عملية السباغة لكن إمتى بضيفه؟ بضيفه لما بتطمن أن كل جزيئات السباغة دخلت جوه الألياف عشان كده بسيب 45 دقيقة أتطمن أنه حصل استنفاذ كامل للسباغة داخل الألياف طب أنا لو ضفته في بداية عملية السباغة هيحصل لي مشكلتين المشكلة الأولانية أنه هيعمل لي السباغة غير متجنسة لأنه ممكن يربط لجزيئات السباغة زيادة بالألياف المشكلة الثانية أن يحصل ارتباط ما بين السباغة النشطة أو ما بين جزيئات السباغة النشطة وبعضيها وده هيأثر لي في كميات السباغة فقط أنه نضيف كميات السباغة زيادة لأن جزيئات السباغة حصل ما بينها وما بين بعضها ارتباط نتيجة وجود القلوي والسباغة النشطة بيبقى سهلة قوي الارتباط ببعضها طيب تستمر عملية السباغة لمدة 60 دقيقة وأنا بستمر في عملية السباغة ببدأ أرفع درجة الحرارة لحد ما وصل لـ 90 درجة مقوية وبعد انتهاء عملية السباغة بشطف الخامة بتاعتي بماء ساخن ثم ماء بارد ثم صبون ثم ماء ساخن مرة أخرى وبعد كده بجفف الخامة طيب ده بالنسبة لطريقة الاستنفاذ أو الطريقة الغير مستمرة عندي طريقة تانية وهي الطريقة المستمرة ودي معنى الطريقة المستمرة ده معنى أني عندي خط واحد الخامة بتخش بيتعمل لها عملية غالي وبيتعمل لها عملية طبيض وبيتعمل لها عملية سباغة لحد ما تخلص خالص في آخر العملية ده معنى اسمها طريقة مستمرة طبعاً الطريقة المستمرة عشان أستخدم فيها الطريقة أو الطريقة داية لازم طبعاً كميات الخامة عندي ما تقلش عن 5000 متر عشان ده اللضمة الواحدة بتاعت المكنة بتاعت الطريقة المستمرة داية ما بتقلش عن 100 متر فعشان كده عشان أسبغ بيه الطريقة المستمرة أو طريقة الغم ما تقلش عن 5000 متر الطريقة دي بيحصل فيها إزاي؟ بحضر حمام السباغة بتاعي وده بيحتوي على مادة ابتلال ومادة تجانس وبيفضل إضافة الملح من يثبت من 25 جرام لكل لتر عشان أساعد على استنفاذ الخام وبعد التكفيف بغمر الخامة بتاعتي فيه محلول محلول ده بيبقى فيه 10 جرام لكل لتر صودة كوية و30 جرام لكل لتر ملح وممكن أضيف كمان معاها كربونات السوديوم طيب الصودة كوية وكربونات السوديوم هنا وقت هيقوموا بدور إيه؟ الصودة كوية وكربونات السوديوم هنا هيقوموا بدور إنه هم هيعملوا الارتباط ما بين السبغة والألياف يبقى الصودة كوية وكربونات السوديوم والملح طبعا أنه هو هينظم فيه عملية السباغة ويساعد على الاستنفاذ لكن السودة الكوية وكربانات السوديوم هم اللي هيقوموا بعملية الرطبات ما بين السبغة والألياف بعد كده هوت بأثبت القماش فيه بخار مشبع لمدة ستين ثانية وبعد كده هوت بأعرضه لدرجة حرارة عند مية درجة مقوية الموضوع ده مهم جدا عشان نتكلم عليه أو نتكلم عن الفكرة بتاعته ماش ياسي أنا عندي القماش بتاعي بغمره فيه الخامة أو في المحلول بتاع الخامة بتاعتي باخد القماش وبغمره فيه محلول اللي فيه السبغة المحلول اللي فيه السبغة ده بيحتوي على سبغة وبيحتوي على ملح طيب بعد ما بيغمره فيه محلول اللي بيحتوي على السبغة والملح بعد الغمر بعمله عملية عصر العصر ده بيعمل ايه؟ العصر ده بيساعد على ان السبغة تخش جوه الألياف طيب بعد ما عصرت ودخلت السبغة جوه الألياف ببدأ ألف القماش عندي على بوتشر أو رول كده بلف عليه القماش بتاعي وبعد كده هو بعد عملية الغمر بسيب شوية الباشر ده بيفضل يلف طبعاً ما بيزبطش لأنه لو سبت ده معناه أن السبغة هتترصب تحت فبسيبه يلف شوية لمدة تقريباً من 6% إلى 8 ساعات الكلام ده بيساعد على استنفاذ السبغة داخل الآليف بعد كده باخد الخيمة بتاعتي واغمرها تاني في محلول التسبيت محلول التسبيت هنا بيحتوي على صودة كوية وبيحتوي على ملح بيحتوي على صودة كوية وبيحتوي على ملح بعد كده بعد ما بغمره فيه محلول التسبيت ده معناه أن أنا خلاص بقى كده السبغة استنفذت داخل الخامة وأنا بقى كده هعمل الربطة ما بين السبغة والألياف طيب الربطة اللي هتحصل بقى ما بين السبغة والألياف ده إيه اللي هيساعد على هذا الارتباط؟ اللي هيساعد على هذا الارتباط أن أنا عرض الخامة بتاعتي لبخار درجة حرارة 103 درجة مقوية والزمن بيبقى تقريباً 60 ثانية ده اللي بيعمل بقى بيساعد على فتح المسام وفي نفس الوقت يساعد على ارتباط السبغة بالألياف بعد كده جالي سؤال فيه الامتحان بيتكلم عن اشرح طريقة سباغة النيلون بالسبغات المنتشرة طبعاً النيلون من الألياف الصناعية اللي مفهاش مسام ده معناه أن النيلون مفهوش مسام فأنا عشان بما أن النيلون عندي مفهوش مسام فأنا لازم أسبغه بسبغة اسمها سبغة منتشرة السبغة المنتشرة هي بشتغل بيس ازاي؟ أول حاجة بعجن السبغة الكلام ده لازم تبقى الطريقة أو لازم ماجي أتكلم فيه الامتحان لازم تبقى خطوات ممظمة يعني أقول أنا بعمل ايه في الأول وبعد كده الخطوة الثانية وبعد كده الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة ما ينفعش أسبغ خطوة قبل خطوة لإني ده معناه أن أنا مش فاهم القصة جات إزاي أو الترتيب بتاع العملية عامل إزاي؟ زي بالزبط كده ما ينفعش أحط مثلا وأنا بعمل كوبات شايلية مثلا ما ينفعش أن أنا أحط المية ومحطش لسكر ولا شاي وأقول أنا أحطهم بعدين بعد ما المية تبرد لا طبعا ما ينفعش لازم يتحط الشاي والسكر قبل ما المية تبرد وهي لسه بتغلي عشان الشاي يلقط منه نفس القصة بالنسبة ليه عملية السباغة ما ينفعش أبدأ خطوة قبل خطوة لازم كل الخطوات تمشي بالشكل المنتظم واللي إحنا متفقين عليه أول حاجة عندي بعجن السبغة وبعجنها باستخدام مادة تعجين مناسبة زي مادة ساندوبان أو الساندزول يبقى ساندوبان أو الساندزول هم دول اللي بيقدروا يعجنولي السبغة بتاعتي أو السبغة المنتشرة بتاعتي لأن السبغة دي ما بتدبش السبغة دي بيحصلها عملية تعجين والكلام ده بيبقى عند 50 درجة مقوية وبعد كده أبدأ أخففها المحلول بتاعي وأقلبه بشكل جيد والسبغة ده هي زي ما قلنا أنها ما بتدبش فيه المحلول ولكن بتبقى معلقة فيه وبخفف المحلول بتاعي وبقلبه بمية نقية وفي نفس الوقت عند درجة حرارة 40 درجة مقوية يبقى أنا الأول بعجن السبغة عند 50 درجة مقوية بمادة ساندوبان أو الساندزول أو أي مادة مماثلة لهم يعني وفي نفس الوقت بقلب الخامة بتاعتي كويس قوي بعد عملية التعجين وبعد كده أبدأ بقى أخفف المحلول والتخفيف ده بيبقى ماء باد وبعد كده أبدأ أرفع درجة الحرارة تدرجيا عنده 40 درجة مقوية وأنا بستمر في عملية التقليل تمام؟ حجم المية بيبقى من 10 ل 20 جرام بالنسبة لحج السبغة ده معنى إيه؟ ده معنى إن أنا لو أنا عندي 10 جرام سبغة بحط لهم 20 جرام مية يعني ده معنى إن المية بتبقى ضعف السبغة اللي موجودة في المحلول يبقى المية عندي هنا هو ضعف السبغة اللي موجودة في المحلول طب ليه المية عندي هنا كمياتها مش كبيرة زي ما باجئ أتكلم عن الألياف الطبيعية أو زي ما بكنت بتكلم عن الفسكوز ليه ما بحطش كميات مية كبيرة؟ لإني إحنا قلنا إن المواد أو الألياف الصناعية ما فيهاش مسام وبناءنا عليه أنا مش محتاج لكميات مية كبيرة عشان أقدر أقول إن الكميات ده هيتها تساعدني في عملية السبغة لأ أنا بحتاج بس كميات قليلة جداً عشان تعجين السبغة وإن أنا سهل إن أنا أتحكم فيه السبغة داخل محلول السبغة كمان بضيف مادة نشرة والمادة النشرة ده هيت خاصة بستخدمها عند الغلايا ليه بقى بضيف المادة النشرة ده هيت؟ بضيف المادة النشرة ده هيت لإن إحنا كنا بنتكلم عن إن السبغة المنتشر ده هيت سبغة ما بتدبش في المحلول وهي معلقة في المحلول فالسبغة ده هيت بتميل إنها تتجمع مع بعضها وكنا أخذنا قبل كده في المواد الزوط النشاط السطحي إن في عندي مواد نشرة بالنسبة للسبغات إنها بتميل إنها تتجمع بضيف مواد نشرة عشان تساعد على انتشار السبغة في المحلول بتاعي وبناء عليه أضمن إن السبغة تقدر تبقى موجودة في كل حتة في المحلول وبناء عليه تبقى متوزعة على الألياف بتاعتي حمام السبغة عندي قلنا إكس سبغة بحط من 1% ل 2% مادة مساعدة بحط 1 جرام لكل لتر سلاسي في صفات السوديوم وببدأ السبغة عند درجة حرارة 40 درجة مقوية وبعد كده برفعها عند 95 درجة مقوية وزمن السبغة بيبقى من ساعة لساعتين لو بطريقة النفاذ وبعد كده في الشطف المعاملات النهائية بفرغ الحمام الخالص من محلول السبغة بتاعي وبعد كده أشطف الخامة بمية بردة وبعد كده أعالجها بمادة موظفة لمدة من 15 ل 20 دقيقة عند درجة حرارة من 30 ل 50 درجة مقوية يبقى دي الطريقة اللي إحنا بنتكلم بيها عن سباغة ألياف النيلون أول حاجة إن أنا إزاي بعجن السبغة والطريقة بتاعتي اللي أنا بعجن بيها السبغة بتاعتي وبعد كده هو المادة اللي أنا بحطها اللي هي الساندوبان أو الساندوزول أو المواد المماثلة لها والطريقة ببدأ عند درجة حرارة كام وبيبقى بنتهي عند درجة حرارة كام وكمان بضيف مادة نشرة قلنا عشان أساعد على انتشار السبغة في المحلول ده مكونات الحمام بتاعتي وقلنا X سبغة ليه عشان نساعد على عمق اللون أو السبغة ما بقدرش أحدد كمياتها لأنها بتتوقف على عمق اللون وبحط المادة المساعدة بتاعتي وبحط سلسفة السوديوم وببدأ السبغة عند درجة حرارة 40 درجة مقوية وارفع عند 95 والزمن بتاع السبغة بتاعي بيبقى من ساعة لساعتين بعد ما بخلص خالص وبشطف الخامة بتاعتي بفرغ الحمام وأشطف الخامة كويس جدا بماء بارد وبعد كده أبدأ أعالجها بمادة منظفة لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة من 30 ل50 درجة مقوية نيجي لخامة تانية هنتكلم عنها وهي سباغة ألياف البولي أكليرك سباغة ألياف البولي أكريلك دايما البولي أكريلك من السبغات أو من الألياف اللي بتتأين أو الشحنة دايما الموجودة عليها بتبقى شحنة موجبة عشان كده دايما بيفضل أن أنا أسبغ ألياف البولي أكريلك بالسبغات الكاتيونية وما يجي أسبغها بالألياف أو بالسبغات الكاتيونية عندي عدة عوامل بتتوقف على عملية السباغة بألياف أو بالسباغات الكاتيونية يبقى أنا إما بزبغ الألياف البولي أكريليك عندي بالسباغات الكاتيونية عندي عدة عوامل بتتوقف عليها نوع السباغة اللي أنا بختارها أول حاجة القابلية بتاعتها تاني حاجة تركيز السباغة تالت حاجة درجة الحرارة تستخدم عنها كمان آخر حاجة عندي ودي مهمة جدا وهي طريقة الغزل سواء كان بولي أكريليك ده بغزله بالغزل الرطب أو بغزله بغزل جاف أو بغزله بطريقة الانصهار كل دول التلات طرق دولة كل طريقة فيهو بتتوقف عليها اختياري لنوع السباغة اللي أنا بستخدمها يعني أنا نوع السباغة اللي أنا بستخدمها بتتوقف على طريقة الغزل مهمة جدا 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 وخاصة في ألياف البولي أكريليك كمان تركيز السباغة وكمياتها ودرجة الحرارة اللي أنا بشتغل عليها سواء درجات حرارة عالية أو درجات حرارة متوسطة وقابلية السبغة للخام أساليب السباغة بسبغات الكاتيونية عندي السباغة عند درجات حرارة سبتة والسباغة بطريقة السباغة باستخدام المواد المؤخرة الكاتيونية أو طريقة السباغة باستخدام المواد المؤخرة الأنيونية طب إيه الفرق ما بين الكاتيونية والأنيونية؟ الفرق ما بين الكاتيونية والأنيونية أن الكاتيونية بتتأين وتدي شحنة مجابة أما الأنيونية بتتأين وتدي شحنة سالب طيب يبقى أنا ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي تكلم عن أساليب السباغة بالسباغات الكاتيونية مع شرح إحداه أو يقول لي تكلم عن أساليب السباغة بالسباغات الكاتيونية ويسقط أو يقول لي هل من أساليب السباغة بالسباغات الكاتيونية مثلا يجي لي في صحه وغلط من أساليب السباغة بالسباغات الكاتيونية طريقة السباغة باستخدام المواد المؤخرة الكاتيونية فقط لا أقول له طبعا غلط طريقة السباغة باستخدام المواد المؤخرة سواء كانت الكاتيونية أو الأنيونية كمان عندي باستخدام السباغة عند درجات الحرارة المرتفعة كمان باستخدام بطريقة السباغة بالطرق المستمرة طريقة ننتقل لموضوع تاني وهو طريقة سباغة ألياف الطراي أستات سليلوس ولو لاحظتم أن احنا بنتكلم عن طراي أستات سليلوس ده معناه أن أنا أتكلم عن خامة فيها نسبة سليلوس ودي الطريقة ده هي باستخدم فيها السبغات المنتشرة ودي السبغة الوحيدة اللي بتناسب هذه الخامة يبقى السبغة الوحيدة اللي بتناسب هذه الخامة هي طريقة أو السبغات المنتشرة أو disperse يبقى disperse هو الحاجة الوحيدة اللي بتناسب tri-state cellulose والطريقة ده هي بتتم بيه طريقتين لإما بدون حوامل أو باستخدام حوامل إيه هي الحوامل أو الكارير الحوامل أو الكارير ديت يا شباب هي السبغة عندي بيبقى السبغة في اتجاه والخامة في اتجاه الحامل أو الكارير هو اللي بيعمل الكبري اللي بينقل ما بين السبغة والألياف يبقى الكارير هنا أو الحامل هو اللي بيشيل السبغة ويبدأ يوديها للألياف يبقى أنا عندي الألياف في اتجاه والسبغة في اتجاه آخر موجودين بالشكل المتوازي بيحصل ما بينهم كوبري أو لينك ما بينهم اللينك ده اللي بيقوم بيه الكارير أو الحامل الحامل بتاعي هو اللي بيقوم بنقل السبغة أو بيبقى زي الأنبوبة اللي بتتحرك منها السبغة وتبدأ تخش جوه الألياف ده اسمه الحامل أو الكارير السبغة بدون حوامل بحط السبغة على حسب العمق المطلوب بتاعي يبقى السبغة بدون حوامل بحط السبغة على حسب العمق المطلوب بحط مع السبغة مادة نشرة أنيونية وليه قلنا مادة نشرة أنيونية؟ لأن قلنا أني عندنا السبغة السبغات المنتشر أو تسبيرس داي دايماً بتميل أنها هيحصلها عملية تجمع فدايماً وأنا بسبق بيها لازم أحط مادة نشرة تساعد على انتشار السبغة في المحلول بتاعي بحط من 2 لصمتي لكل لتر حامض خليك درجة تركيزه 40% طيب ليه بقى ما بحطش حمض فورميك أو حمض فسفوريك أو حمض نيتريك من الأحماض القوية اللي تقدر تزبط لي درجة البي اتش لا إحنا قلنا أن الخمة بتاعتي اسمها تراي أسيتات سيليلوس تراي أسيتات سيليلوس ومدقى جبت سيليلوس ده معناه أن أنا أتكلم عن حاجة أو خامة على الأقل فيها بعض الصفات المشتركة ما بينها وما بين القطن ده معناه بما أني فيها الصفات مشتركة ما بينها وما بين القطن ده معناه أن الخمة بتاعتي ده هي مش هتقدر تتحمل درجات الحمضية العالية لازم يبقى درجة الحمودية أو الحمودة بتاعتها منخفضة عشان تقدر تتحمل يعني درجة البي ايش بتاعتها بتبقى 6-5.5 6-6.5 ما تقدرش تزيد عن كئة ما تقدرش تقل عن كده يعني ما تقدرش تبقى 4-3-2 زي ما بستخدم مثلا في الياف البولي إستر وبولي أكريلك والبولي أمي لا ما ينفعش ليه؟ لأنها فيها نسبة سيلولوز والسيلولوز ما بيقدرش يتحمل الوسط الحمودية بيحصل زوابان للخامة بتاعتي بتدخل الخامة عند درجة حرارة 50 درجة مقوية وبقلب من 5 ل 10 دقايق وبعد كده أرفع درجة الحرارة تدريجيا وباستمر الغليان لمدة ساعة يبقى بتدخل الخامة عند درجة حرارة 50 درجة مقوية وبقلب لمدة 5 ل 10 دقايق وبارفع درجة الحرارة بالتدريج لحد الغليان وباستمر الغليان لمدة ساعة حتى يتم امتصاص اللون المطلوب ما بقدرش أرفع درجة الحرارة من الأول قلنا عليه ما بقدرش أرفع درجة الحرارة من الأول قلنا عشان الوسط اللي أنا بشتغل فيه وسط حمدي حتى لو كان ضعيف ما أقدرش أبقى كمان بتأثير الحرارة عليه فتبدأ تتأثر الخامة بتاعتي أو يحصل لها أي اسفرار أو أي مشاكل لقدر الله ببدأ أرفع درجة الحرارة تدريجيا وباستمر الغلايين لمدة ساعة حتى يتم امتصاص اللون أو الحصول على اللون المطلوب بعد كده بشطف الخامة كويس قوي بالمية السخنة ثم الماء البارد ولو حالة ألوان متوسطة أو غمقة بيتم عملية التصبين باستخدام حمام يحتوي على مادة نشرة أنيونية لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 60 درجة مقوي طيب ليه في الألوان المتوسطة والغمقة باستخدم مادة التصبين باستخدم مادة التصبين في الألوان المتوسطة أو الغمقة عشان بيبقى فيه كميات سبغة كتير فعشان كده بمحتاج لمادة تساعدني على أن أنا أتخلص من السبغات الزيادة اللي موجودة على الخامة والكلام ده بيتم فيه مدة تقريبا 30 دقيقة حمام التصبين يعني ودرجة الحرارة تبقى حوالي 60 درجة مقوي بعد كده بقى لو باستخدم السبغة باستخدام الحوامل وطبعا ده الأفضل يعني السبغة باستخدام الحوامل ده الأفضل واللي بيديني نتائج أحسن بحط 1 جرام لكل لتر مادة نشرة أنيونية و10% لمادة الحاملة اللي هي سلاسي كولورو يسايل فوسفات أو سلاسي بروبيل فوسفات دول اللي بقدر أحطوه يبقى بحط 1 جرام لكل لتر مادة نشرة أنيونية 10% مادة حاملة مثل سلاسي كولورو إسايل فوسفات وسلاسي بروبيل فوسفات يبقى دول اللي أقدر أحطوهم في الخامة بحطوهم بنسبة قدقية حوالي 5 جرام لكل لتر وتركزها بيبقى حوالي 10% دي المادة الحاملة أو الكاريير بتاعي بتتغل الخامة وبقلبها لمدة 15 دقيقة وبعد كده بضيف السبغة المنتشرة دي بقى الطريقة يبقى أنا أخلي بالك من حاجتين حاجة مهمة قوي أن أنا ممكن أتكلم عن كميات المواد بتاعتي الكمية بتاعة المواد بتاعتي والطريقة بتاعة الاستخدام طيب لو جالي سؤال في الامتحان يقول لي تكلم عن السبغة وسكت يبقى لازم أحط مواد ولازم أحط طريقة استخدام طب قال لي طريقة استخدام بس أقول له طريقة استخدام فقط طب قال لي اكتب المواد بس أقول له اكتب المواد بس لكن لو قال لي تكلم عن طريقة السبغة وسكت يبقى لازم أحط المواد بتاعتي والاستخدام كمان حاجة مهمة جداً وأنا بتكلم عن المواد والاستخدام لازم أسكر أن درجة الحرارة درجة البي ايتش وبأكد عليهم كل مرة لأنهم مهمين قوي والزمن بتاع عملية السباغة وإيه هي الألية اللي بشتغل بيها بعملية السباغة لأنه ده الغرض الأساسي منك الغرض الأساسي منك إنك أنت قطالب إما تتخرج وتاخد الدبلوم إما تديك خامة وتروح تقف في مصنع تعرف تشتغل بيها أو تسبغها فلازم يبقى عندك الأساسيات دهية إيه هي كميات المواد قد إيه درجات الحرارة اللي أنا أشتغل عليها قد إيه أهمية درجة الحرارة أهمية كل مادة من المواد اللي أنا بستخدمها أهمية الزمن بتاعي اللي أنا بشتغل بيها قد إيه يعني ما سيبش الخامة أقول ماشي مش هتفرق ربع ساعة خليها نص ساعة لا ده كل حاجة بتفرق معي في عملية السباغة وخاصة في الألياف الصناعية وخاصة إن الألياف الصناعية من الألياف اللي صعب جداً إن أنا أزيل السباغة بتاعتها بعد انتهاء عملية السباغ بدخل الخامة وأقلبها لمدة 15 دقيقة وبعد كده بضيف السباغة المنتشر اللي عندي وأقلب من لمدة من 15 دقيقة وأرفع درجة الحرارة للغليان خلال 30 دقيقة يبقى أنا درجة الحرارة أتفعها للغليان خلال 30 دقيقة تقريباً كده يعني إحنا بنتكلم فيه كل دقيقة برفع من 4 إلى 5 درجات لإن أنا ببدأ عند درجة حرارة 40 إلى 50 درجة مقوية فتقريباً الغليان يبقى أنا كده برفع تقريباً في خلال 30 دقيقة من 3 إلى 4 درجات أو من 4 إلى 5 درجات في الدقيقة وبتستمر عملية السباغة بعد الغليان يعني أنا بعد ما بوصل لدرجة الغليان باستمر عملية السباغة من نصف لساعة يعني تقريباً إحنا كده بتتكلم إن عملية السباغة عندنا بتاخد من ساعة ونصف لساعتين بعد كده بشطف الخامة بماء ساخن ثم بعالجها في حمام المعالجة وحمام المعالجة هنا هو بيسبت الخامة جوه أو بيسبت السباغة جوه الخامة بتاعتي حمام المعالجة عندي بيحتوي لي 12 جرام لكل لتر سودا و2 جرام مادة نشرة والزمن بيبقى 30 دقيقة عند 60 درجة مقوية لمدة 15 دقيقة طيب أنا دلوقتي هل هيفرق معايا إن أنا أستخدم حامل لآخر أو إيه هي الشروط العامة اللي واجب توفرها في الحامل أول شرط مهم جداً 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 موجود في الحامل وده مهم جداً في الصناعة بصفة عامة رخص التمن لازم الكاريرر بتاعي ما يبقاش مكلف لإن لو بقى مكلف ده معناه إن عملية السباغة هتبقى غالية وده معناه إن أنا مش هبقى محتاج له لأ أنا أستخدم بقى السباغة بدون حوامل أحسن فيبقى أول حاجة إنه هو يبقى رخيص التمن تاني حاجة مهمة جداً وهو إنه هو يبقى فعال قوي يقدر ينقل السباغة بشكل سريع جوه الخام تالت حاجة يبقى سهل الاستعمال وسهل الاستخدام ما يبقاش ياخد عمليات معقدة في عملية السباغة وياخد وقت كبير في عملية السباغة لا يبقى سهل الاستخدام وسهل الاستعمال كمان ما يبقاش لا ليه لون ولا رائحة ولا سام ليه ما يبقاش ليه لون عشان ما يؤثرش على الخامة بتاعتي أو يؤثر على اللون اللي أنا باستخدمه يعني مش معقولة مثلاً أستخدم حامل لون وصفر وأنا عايز أزمج باللون أزرق مهما عملت هبصى ألاقي إن الخامة بتاعتي بقى لونها أخضر لأن يزرق وصفرها دي نخضر أو اللي أزرق ده أبصى لقيه مش أزرق بيور أو أزرق اللي هو القحلي ده لا ده نقليه ألب ليه مثلا ترغواز فيبقى أنا كده ما استفدتش بالحمل بل بالعكس ده أصري على عملية السباق كمان ما يبقى السام ما يأصرش على العملين أو يسموهم كمان ما يحصلوش تسامي تسامي ده معناه أنه يتحول من الصورة الصلبة للصورة الغازية مرة واحدة أو يحصل له عملية تبخير تمام؟ وما يأصرش على اللون ودرجات السبات وقليل زابة في المال دي الشروط الواجب توفرها في الحوامل آخر حاجة هنتكلم عنها في عملية السباغة وهي سباغة ألياف البولي إستر سباغة ألياف البولي إستر عندي ألياف ذاتة قابلية عالية للسبغة وأنواع الألياف اللي هي البولي إستر عندي ذاتة قابلية عالية وعندي ذاتة وسط قاعدي في نفس الوقت عندي ألياف منخفضة العام يتوقف علي عملية السباغة الحوامل زي ما تكلمنا عن طريق أستات وزمن السباغة والحرارة قليلة عملية السباغة ببدأ عندي ببدأ عملية السباغة بالمصاصل السباغة وبعد كده تغلغل وانتشار وبعد كده بيحصل عملية التعادل وبعد كده هجر جزئات السباغة وهي ده معناه ان السباغة ممكن تتحرك من على الخامة واضمن انها دخلت جوة الخامة بتاعتي الطرق عندي والطرق طبعا انا هسكر الطرق فقط لكن اهم حاجة زي ما تكلمنا بقى عشان ما تتعبكمش في الموضوع ده انك انت بقى هترجع للطرق دي عندك في الكتاب تشوف كل طريقة وتشوف كميات المواد بتاعتها دور كل مادة درجة الحرارة درجة البي اتش بتاعتك السباغة باستخدام الحوامل عند الغلايا لمدة من ساعة لساعتين ودي قريبة جدا من طريقة طريق أستات والسباغة بدرجات الحرارة العالية تحت ضغط للمدة نص ساعة والسباغة باستخدام السرما زول مميزات السباغة بالدرجات الحرارة العالية ان انا بختصر الوقت وبتساعد على انتشار أفضل وبتتجنب المشاكل النجمة من طريقة الحوامل وفي نفس الوقت بتديني سبات أفضل ده بالنسبة للدرجات الحرارة العالية تحت ضغطه دي غالبا اللي بتستخدم فيه سباغة البولي إستر بعد كده هنتقل لي موضوع تاني مهم جدا من نسبانا وهو عملية الطباعة ايه هي العوامل بتأثر فيه عملية الطباعة؟ نوع القماش والعجائن يعني ممكن يجيلي سؤال يقول لي تكلم عن العوامل احنا هنذكرها فقط وانت بقى مفروض ترجع لها في الكتاب وتشرح هذه العوامل نوع القماش والعجائن اللي انا بستخدمها وميكانيكية نقل هذه العجائن لو انا بستخدم يدوي او بستخدم اوتوماتيك او بستخدم شبلونات دائرية مراحل عملية الطباعة بحضر المعجين الاول وبعد كده بطبع وبعد كده بسبت وبعد كده بزيل المواد الزايدة عن العملية بنرجع لي نقطة مهمة جدا وهي متخنات الطباعة ايه هو المتخن؟ المتخن عندي هو الوسيلة اللي بتنقل اللون من المحلول الى سطح المنسوب عملية الطباعة اساسا هي تعتبر هي عملية صباغة موضوعية يعني عملية الطباعة هي عملية صباغة موضوعية يعني انا بازبغ الخامة بس في مكان معين على حسب التصميم بتاعي يبقى عملية الطباعة هي عملية صباغة موضوعية بازبغ الخامة في مكان معين عن حسب التصميم بتاعي الشروط اللي واجب توفرها فيه المتخنات اللي هو هينقل لي بقى السباغة داية من المحلول الى سطح المنسوب وينزلهولي في مكان معين اول حاجة ان هو ما يحدث رغوة يدوب بسهولة لازد ما يلصرش بالركل بتاع الطباعة سرعة الجفاف وسرعة التغلغل وكمان يبقى اقتصادي فيه التكلفة التصميم في العام المتخنات عندي متخنات من اصل طبيعي ومتخنات صناعية المتخنات صناعية دا معناه انها بتكون مواد صناعية مستحلبات دا معناه ان عندي مادتين ما بتتزجوش بمزجهم ببعض زي عجينة الميا والجاز عن طريق اضافة مادة زي تنشاط سطحي بقدر امزج المادتين دول ببعض والمتخنات من اصل طبيعي زي النشا وزي الدكسترين والمتخنات من اصل طبيعي بيبقى عبارة المحور يعني بيبقى عبارة عن نشا محور او الدكسترين محور أول خامة هبدأ أتكلم عنها طباعة أقمشة الفسكوز تفتكروا بقى لما يجي أطبع أقمشة الفسكوز بالسباغات هيتبقى السباغات اللي هستخدمها إيه؟ أيوة صح فعلا لو قال لي تكلم عن طباعة سباغة الفسكوز أو طباعة الفسكوز بالسباغات عندي ثلاث سباغات هم اللي أقدر أتكلم عنهم مباشرة ونشطة وأحوال الفرق ما بين السباغة والطباعة المتخن المتخن هو الفرق ما بين السباغة والطباعة لكن تقريبا بحط نفس الكميكالز اللي بحطها في السباغة هي هي الكميكالز اللي بحطها في عملية الطباعة ما بتبقاش فرق كتير قوي أو النسب يمكن النسب في الطباعة بتزيد شوية عشان ما بعتمدش على محلول وما بعتمدش على غمر فبزود فيه النسب بتاعتي شوية لكن السبغة كمياتها بزود فيه كميات السبغة طبعا لأنه أنا بزمغ سباغة موضوعية والمواد الكيميائية بتبقى تقريبا هي هي فلو كلمنا عن طباعة أقمشة الفسكوز الطباعة ده هي بستخدم متخن بتاعي بيبقى اسمه ألجينات السوديوم وألجينات السوديوم من أفضل أفضل أنواع المتخنات اللي بتستخدم في عملية الطباعة ما بتتفاعلش مع السبغة وفي نفس الوقت سهلة الدوابان وكمان بقدر تخلص منها بسهولة بعد عملية الطباعة وكمان بتديني قيود دقيقة ومنتظمة على سطح الخام طيب إزاي بقى بقدر أطبع بالسبغات النشطة بحط من 400 إلى 800 جرام متخن ألجينات 75 جرام سبغة نشطة من 100 إلى 200 جرام يوريا 10 جرام لديجول و15 إلى 25 جرام كربونات السوديوم اللي هو بتقوم بعملية الطباعة ما بين السبغة والأليام لو بطبع على مرحلتين بغمر بعد كده الخامة بعد ما بنتهي من عملية الطباعة بغمرها في محلول المحلول ده هو بيبقى قلوي ضعيف وبعد كده ببخر عند 120 درجة مقوية وبعد كده بعمل عملية غسيل للفسكوز غسيل عادي الطباعة بالسبغات المباشرة قلنا بقى بنحط معجون الطباعة اللي هو الجنات السوديوم و250 جرام بتبقى تقريبا معجون الطباعة وبحط 100 جرام سبغة و160 جرام يوريا و10 جرام مادة منعة للعسرة ومادة منعة للعسرة غالبا باستخدم هكسة ميتا في صفات السوديوم وباستخدم المية السخنة لباقي المعجون بعد الطباعة والجفاف مباشرة ببخر لمدة 45 دقيقة والتبخير هنا بيساعد على ارتباط السبغة بالألياف ويساعد على دخول السبغة داخل الألياف وبساعدني في عملية السبات كمان بعد كده بعمل عصر وتكفيف سبغات الأحواض عندي بالطرق العادية في وجود قلوي بحط 20 جرام الجنات وسيلفاروز وكالجون وكربونات سوديوم وجلسرين ويوريا ورنجاليت وسبغة الرنجاليت هنا هوت بيقوم بدور مهمة قوي انه هو بيساعد على ان السبغة تتكسر وتبدأ تخش داخل الألياف وبذات لسبغات الأحواض بعد الطباعة بجفف القماش وبخره لمدة 15 دقيقة والكلام ده بيبقى عند درجة حرارة 101 درجة مقوية البخار بتاعه بيبقى بخار رطب بخار رطب يعني بخار بشبع به المية وبعد كده هوت عشان اساعد فيه عملية الأكسادة وغالباً الأكسادة بتتم على مرحلتين والأكسادة ده بغمرها فيه محلول التسبيت بتاعي لما باستخدم على مرحلتين وغالباً في طباعة الفسكوز بسبغات الأحواض لازم باستخدم مرحلتين مش مرحلة واحدة تمام؟ حاجة كمان هنتكلم عنها وهي طباعة حرير أستات بالسبغات المنتشرة حرير أستات هنا هوت لازم أخد بالي من شوية حاجات مهمة جداً لما باجي أستخدم حرير أستات أول حاجة بفضل استخدام المتخنات اللي بتستحمل الحامضي الضعيف زي الألجينات والسامغة العربي والمستحلبات والأندلغة وغالباً لما باستخدمه باستخدم المستحلبات أو السامغة العربي بيبقى أفضل من الألجينات لأن الألجينات بيبقى استحملها ضعيف لوسط الحامضي طيب الجو لازم يبقى فيه مبخرة طبعاً مهمة جداً جداً وباستخدم يوريا فيه عجنة الطباعة والكلام ده بيبقى حوالي 50 جرام يوريا باستخدم اليوريا وبضيف ملح مقاوم للاختزال وكمان ده المكون بتاعة عجنة الطباعة اللي عندي ومهم جداً جداً في عجنة الطباعة زي ما كلمنا عن السباغة ومحلو السباغة إن احنا بنكتب المواب بتاعتنا لازم برضو في عجنة الطباعة أكتب مكونات عجنة الطباعة بحط 600 جرام متخن بحط 100 جرام سبغة بحط 20 جرام مادة مبللة 10 جرام ملح مقاوم للاختزال 270 سنتيمتر ماء وكلمنا عنهم إيه دور كل مادة فيه التثبيت والغسير عند طرقتين للتثبيت التبخير اللي هي الأقمشة لمدة 30 دقيقة وتحت ضغط وعند أضافة كمية كبيرة من اليوريا بحاول أبخر لمدة ساعة ودرجة حرارة 105 درجة مقاوية طباعة الألياف الصناعية برضو من الحاجات المهمة جداً ولازم نركز عليها سواء كان طباعة ألياف البولي إستر أو طباعة ألياف البولي أمايد أو طباعة الألياف البولي أكريلي وغالباً كلهم بيستخدموا الطباعة بالسبغات المنشطة زي 120 جرام سبغة و795 جرام متخن و20 جرام يوريا و50 جرام كابريتات أمونيوم و15 جرام كورييت سوديو آخر جزء هنتكلم عنه هو التجهيز وعندي في التجهيز عندي نوعين من أنواع التجهيز عندي فيه تجهيز مؤقت وفيه تجهيز دائم معنى إيه تجهيز مؤقت ومعنى إيه تجهيز دائم التجهيز مؤقت ده معنى أنه ما بياخدش وقت عندي أو معنى أصح بعد غسلة أو اثنين بيبدأ التجهيز يروح زي مثلاً عملية التنشية عملية التنشية من الحاجات بتاع التجهيز المؤقت أما التجهيز الدائم فهو تجهيز بيدوم مع الغسيل يعني مهما قررت فيه عمليات الغسيل بيبدأ عندي التجهيز بيفضل ثابت التجهيز المؤقت هناخد مثال عنه زي التنشية أو زي مثلاً اللي هي زيادة الألوان أو زيادة الدرجات عندي التجهيز الدائم عندي زي التجهيز المقاوم للتجاعد والتجهيز المقاوم للتجاعد عندي بيبقى نوعين في عندي برمرة عادية وفي برمرة متفاعلة العادية ده معناه أنه هو هيعمل سلاسل مع بعضي أما المتفاعلة ده معناه أنه هو هيتفاعل مع الخامة وعندي التجهيز بيطم على عدة مواد التجهيز بتاعي بيبقى تجهيز سابت ما بيروحش مع مرور الوقت وده بيقاوم التجاعد أو بيخلي الخامة عندي بقاوم للتجاعد كمان عندي فيه تجهيز ضد الاحتراق عندي فيه تجهيز ضد البكتيريا بمواد كاتيونية عندي فيه تجهيز ضد العرق والاحتكاك عندي تجهيز مقاوم ليه أو بيتعمل ليه على حسب الغرض وعندي فيه تجهيز نسجي زي مثلا تجهيز الكلندر أو عندي تجهيز الوبرة أو عندي حرق الوبرة أو عندي مثلا تجهيز القطيفة كل دي أنواع من أنواع التجهيزات المختلفة كل نوع من الأنواع ده هي طبعا مسكور بالتفصيل في الكتاب واتكلمنا عنه في الحلقات السابقة وأتمنى أنكم ترجعوا لهذه الحلقات عشان تقدر تلم المنهج بتاعك لأنه طبعا إحنا في حلقة المراجعة بنعمل بس ندي اسبوتات كده على الحاجات اللي موجودة عندنا لكن طبعا لازم ترجع بالتفاصيل لأنك أنت ما تقدرش تعتمد على حلقة المراجعة فقط لأن حلقة المراجعة بتبقى عبارة عن اسبوتات فقط لكن التفاصيل موجودة في الحلقات بتاعنا والحلقات بتاعتنا موجودة ومتسجلة على اليوتيوب تقدر ترجع عليها في أي وقت وتقدر تقوم أو تشتغل عليها أهم حاجة فيه شوية حاجات بس مهمة لازم تخلي بالك منها في الامتحان لازم تقرأ السؤال جاي قوي 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 لازم تعرف إيه هو المطلوب من السؤال لأنك أنت ممكن تبقى مذاكر كويس ومش عارف إيه المطلوب من السؤال كمان ما تبخلش على الإجابة لازم تكتب كل اللي أنت تعرفه عن هذا السؤال كمان لازم تبقى الخط بتاعك واضح لازم تعبعا تجاوب بالجاف ما ينفعش تجاوب برصاص عشان الإجابة بتاعتك مش هتعطد بيها كمان لازم تبقى الإجابة بتاعتك واضحة ومحددة والخط بتاعك يبقى واضح لازم يبقى عندك فيه الورق بتاعك الترتيب الأسئلة السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث ويبقى برضو قراصة الإجابة بترتبة عندك السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث لو فيه اختيارات مثلا فيه الأسئلة ومطلوب منك أنك تختار سؤال مايفضلش طبعا أنك تحل الأسئلة كلها وتركز فيه الأربع أسئلة اللي هم مطلوبين منه فقط بتمنى لكم كلكم التوفير واتمنى إن شاء الله بإذن الله كلكم تجيبوا الدرجات اللي أنتوا عايزينها وتنجحوا نجاح باهر لشرفنا وتمنى أنكم تتواصلوا معنا على قنوات بتاعتنا على دي جيوب لو فيه أي أسئلة في ليلة الانتحان أكيد هنرد على حضرككم وشكرا جزيلا لحسن استماعكم وبالتوفيق للجميع شكرا